اشتركوا في القناة خلينا نشوف طبعا كثير الماما تكون حواليك بتساعدك خصوصا في الكلمات اللي باكتبها انت ممكن ما تفهمهاش يلا نطلع على درس السمكة والحرية نستمع الى نص مهند والبلبل ونجيب شفاويا يلا نستمع الى نص مهند والبلبل الدرس الثاني مهند والبلبل في يوم ربيعي مشمس كان مهند يلعب مع اصدقائه في الحديقة تدحرجت الكرة بعيدة فلحق بها مهند ليعيدها وحين انحنى ليلتقطها سمع صوتا التفت حوله فوجد بلبل صغيرة فاقترب نحوه لكن البلبل لم يطر فحمله وعاد به فرحا الى البيت اخبره والده ان جناح البلبل مكسور لذلك لا يقوى على الطيران وعليه الاعتناء به حتى يشفاه فرح مهند واحضر للبلبل قفصا صغيرة واصبح يقدم له الطعام وشراب كل صباح قبل ذهابه الى المدرسة بعد عدة ايام بدى البلبل حزينة يرفض ما يقدم له من الطعام وتوقف عن الغناء حزن مهند لذلك فاخبره والده ان البلبل اعتاد ان يكون حرا طليقا فقرر مهند ان يطلقه ليحلق عاليا في السماء كنتم مع طيب يلا مع بعض نطلق مع بعض ونجاوب شفويا عن القصة كان في بلبل وشافه مهند تحت هالشجرة اخذوه على البيت حطوه في القفص كان جناحه مكسور بس البلبل بعد ما تعافى صار ايه حزين ما يغني فايه بدو يتحرر هاي هي القصة كلياته مع من كان مهند يلعب مع اصدقاءه ماذا سمع مهند صوت البلبل اين ذهب مهند بالبلبل الى البيت لماذا توقف البلبل عن الغناء لانه حزين طب ليش حزين لانه محبوس لماذا يفضل البلبل الحرية ليحلق عاليا في السماء كيف نعتني بالطيور والحيوانات اعضى السؤال يعني واسه يعني كيف نعتني بالطيور والحيوانات تأذيهم مش اهم اشي يعني ما تضرب الحيوانات في ناس بتجيب شغلات بتضرب الحيوانات بتعذبهم هاده هو اهم اشي ايه طعميهم من اكلهم يعني طعميهم اكلهم تعتني فيهم وتنظفهم او ما تأذيهم باختصار سؤال ستة يعني ما بلزم نجيب شفويا لا هذا لسه طيب نطلع هون نطلع على اللوحة ونناقش طلع هون في ولاد بدو يصيد سمكة او صاد سمكة بالاحرى هون البابا والماما والولد بعد رحلة الصيد طلع ونحط السمكة حط السمكة في الحوض اجا العصفور يحكي مع السمكة واجن الحمامات حملين الحوض ورمين السمكة في الماء نطلع مع بعض على القصة واكثر ايشي انك تحاول تقرأ القصة قبلي السمكة والحرية نقرأ اصطاد صبي سمكة صغيرة ووضعها في اناء زجاجي ونسيها على الشاطئ ومضى مع اهله اما السمكة فكانت تبحث عن اية طريقة للخروج من هذا المأزق جاء بلبل وقال لها ما بك ايتها السمكة قالت بألم ألا ترى مصيبتي البلبل اية مصيبة السمكة تركني الصبي في هذا الاناء ومضى دون ان يشعر بعذابي البلبل اهذريني لم انتبه السمكة انني في حيرة من امري اريد العودة الى البحر الحبيب ولا استطيع الخروج البلبل ساعود بعد قليل طار البلبل مبتعدا حتى التقى بسرب حمام فطلب مساعدته في انقاذ السمكة وافق السرب وطار نحو الاناء وحمله ثم تركه يقع في البحر كانت فرحة السمكة عظيمة وهي تسبع في البحر قفزت على وجه الماء وصاحت بسرور شكرا لكم جميعا على مساعدتي وغطست في الماء وكانت تملك من السعادة بحريتها ما لا يقدر بثمن طيب ايش القصون يا حلوين صبي اصطاد سمكة حطها في ايه في حوض او انها زجاجي خلاها على الشاطئ اجا بلبل يحكي مع السمكة شو مالك قال انا في مصيبة ايش لمصيبة انه طلع الصبي تركني في الحوض وخلاني دون ان يشعر بعذابي انا بتعذب محشورة السمكة شو بدي كي بدي ارجع للبحر الحبيب البلبل راح وجاب سرب حمام وقنقذوا السمكة حملوا الاناء ووقعوا في البحر زي ما شفنا في ايه ايه في القصة او في الصور وكانت فرحة السمكة عظيمة وهي تسبح في البحر وكيفات اللي هي بسبب الحرية لانها نالت حريتها طيب ماذا نسي الصبي على الشاطئ السمكة ما المصيبة التي وقعت فيها السمكة انها في الاناء الزجاجي انها يعني ايه محبوسة بالاناء الزجاجي كيف ساعد البلبل السمكة على الخروج من الاناء اللي هو ايه جلب سربا من الحمام البلبل جاء بسرب من الحمام كم من حمام حمله ايه السمكة بمن استعان البلبل لمساعدة السمكة ايضا بسرب من الحمام نعم نفكر نتخيل ان حيوانا اخر غير البلبل جاء الى السمكة ماذا يمكن ان يحدث ممكن يكلها ممكن يساعدها يعني اذا كان بس يعني راح يكون لها البس بكيف مش راح يساعدها البس اما اذا كان دوب راح يكون لها كمان بهاي الطريقة ما القيم التي نتعلمها من القصة ان الحرية شمالها لا تقدر بثمن الحرية لا تقدر بثمن هاي اكثر قيمة نتعلمها من القصة طيب نتطلع يا حلوين الحين على التدريبات اللغوية يلا نصل الكلمة مع ضدها نسيه مع تذكرة وافقه مع ايه مع رفضه عكس ايه رفضه فرحة مع حزنة فرحة مع حزنة مضى اللي هو زي ما بيقولوها مضى بمعنى ذهب رجع مضى اليوم رجع اليوم مضى رجع نضع ضوات الاستفهام المناسبة ما وحل وماذا يلا حسب المعنى منحكي ما بك ايتها السمكة طيب متى او هل تقرأ او هل تقرأ اوقات الفراغ وكمان هنا هل تحبين السباحة او هنا ماذا يقول المصلي في الركوع هل ينجح الكسول اقرب كوكب الى الارض ما اقرب كوكب الى الارض ايها ضول يا جماعة الخير حسب المعنى بدك تقرأ الكلمة والجملة وتفهم ايش المناسب نحول الجمل الاتية الى اسئلة باستخدام واحدة من ادوات الاستفهام ما وهل وماذا طيب هاي الجملة بدنا نستخدم واحدة من ادوات الاستفهام بدك تسأل عن واحد هاي اريد معرفة اسمك شو بتقول ما اسمك لك تعرف ما اسم واحد قول ما اسمك وافق الحمام على انقاذ السمكة منقول هل وافق الحمام الوافق الحمام على انقاذ السمكة اللي هي بس نقلها يا حلوين بس حض كلمة هل في الاول اخبرني عما ستفعل في العطلة ماذا اخبرني عما ستفعل في العطلة اضع لكل ياتهم اسئلة ممكن في اكثر من حل يعني ماذا اخبرك عما ستفعل في العطلة بهاي الطريقة الكتابة نكتب ما يأتي في الفراغ طار البلبل مبتعدا حتى التقى بسرب حمام فطلب مساعدته في انقاذ السمكة وفق السرب وطار نحو الإناء وحمله ثم تركه يقاو في البحر هذا يا حلوين كتبوه ننسخ هذا بدنا ننسخه نكتب ما يأتي بخط النسخ كانت تملك من السعادة بحريتها ما لا يقدر بثمن اكتب لي هذا بخط النسخ الاملاء نصنف الكلمات الآتية إلى كلمات فيها لام شمسية واخرى فيها لام قامرية ماذا يعني لام شمسية يا حلوين يعني ما بلفظ الال هنا لا تلفظ الال ما بلتفظ حرف الال ماذا يعني لام قامرية بمعنى تلفظ حرف الال نجي نطلع السمكة لفظنا الال اذا هاي شو شمسية الشمسية بالاحمر هاي شمسية احمر الضابط شمسية الزجاج شمسية واذا بتشوف شدة دائما الشدة بدو العالميا على اللام الشمسية الذئب شمسية النهار شمسية الليل 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 شوي افكر فيها الليل نعم هاي شمسية الليل ترك الليل طيب تمام الخروج قمرية العودة قمرية ذا بتلاحظ عليها سكون قمرية الهدهد الكرامة الغيوم كلها واليسر كلها لفظت فيها الال فادير بالك حلوين هذول لازم نحطهم هان طيب تمام هاي الاحمر شيف لي اياهم بالاحمر هون السمكة الليل الضابط الذئب الليل الضابط الذئب النهار هاي الاحمر عليهم احمر والزجاج هاي الزجاج حطهم هان بنا ما في اللام القمرية هاي الزجاج الغيوم اليسر الهدهد و الكرامة والعودة الهدهد الهدهد الكرامة العودة الخروج نضيف للتعريف للكلمات الآتية ونقرأ ونكتب يلا شو نحكي الصداقة هاي أول واحدة الصداقة هاي شمسية الإيثار هاي قمرية اللطف هاي شمسية الصدق ايضا شمسية الصدق كلهم شادة المدرسة المدرسة قمرية الشرف شمسية العنب قمرية التين شمسية المحافظة قمرية الحنان ايضا قمرية الحنان بهذا الشكل طيب نأتي نطلع على التعبير نشوف مع بعض نعيد ترتيب كلمات كل سطر لتكوين جملة مفيدة ونكتبها في الدفتر يعيش السمك في الماء هنا بنكتب يعيش السمك في الماء ثانية تتساقط أوراق الأشجار في الخريف أكتب معي تهطل الأمطار في فصل الشتاء إذا ما بتقدر تلحك تكتب معي وقف الفيديو تهطل الأمطار في فصل الشتاء قرأت راما قصة ممتعة قرأت راما قصة ممتعة شعر آه قصة الحلاق وشعر الطفل هاي قصة الحلاق وشعر الطفل وهيك يا حلويا منكون خلصنا كل الدرس هاي كله يجيب بهذا الشكل نشوفكم إن شاء الله في درس قادم ودرس منيح إلى اللقاء اشتركوا في القناة